أنا تو مش نحكو تو على يمكن على بعض المسال اللي نتعلقها بالإعلام ومش شوفوا البيان متاع عن النقابة الوطنية ما نجحين عاي نفس النقابة رأوا إلى فترة كريبة في المؤتمر رأعتبروها اللي هي نقابة الزقافنا وسبوا على النقيب وكذا وما نعرفش إذا كان مش نبدو نحللوه إذا كان مشا معايا في موقفي فأنه نعتبر رأو ثوري وثاب إلى رجده وعاد إلى المجمع المعارض معنتها والديموقراطية كلمة طولة برش وإذا كان معنتها كان متوازنا وكان في القطاع متاعوي واللي معنتها رأوا تابع النظام وتابع السلطة أنا ما التحليل هذه المزاجية ما نعدلش عليه أنا فقدت نقول رأوا بالنسبة الهيئة الوطنية للمحامين ولا الاتحاد العام تنسر الشغل والنقابة الوطنية للصحفية هذه في عمق دورها هذه منظمات رأي منشأتش عندها ثلاثة سنين واربع سنين بخمسة من الناس وستة من الناس تلموا واخدها بيطاقة اخوه وامه وعمل جمعية ودبر بيار دفون البرة وعمل جمعية وبيليه هبرت في بيانان تعكس فيها في بارهم هذه رأي منظمات عندها قل حاجة خمسين وستة سنة هذه منظمات مجذرة تمثل قطاعات وناس عندها قدرة على التفكير اللي تجيه من المحامي تمسوا يحكي لك تاريخه من قبل معناتها للسقلال من قبل الدولة الوطنية تجيه النقابة يحكي لك على التاريخي كل تجيه للصحفين في جزء منهم توتيجة جزء من تاريخ كامل هذي لذلك أنا نعتبرهم وهم في عمق دورهم القطاعي والوطني أداءهم وبياناتهم هذية سيئة بيانات الاتحاد ولا المحامين ولا النقابة صحيح هذا هو دورهم وهذا هو أن يكون للمنظمات هذية دور تعديلي مش دورها قاتلك قاتلك بالمنطقة اللي شفناها قبل واللي هي تستنجد بسفرات وتستزع سفرات مش هذا دورها دورها أن تمارس الضغط وتمارس المعركة الوطنية من داخل العمق الجانب الوطني وأن تكون زادة عقلانية ما هوش بالضرورة لأنه زادة المشكلة فيهش ثم ناس عندهم شرط وحيد بيش ترتقي إلى مستوى اللي تنجم تشكل رقم معارض ولا كذا اللي أنت ضد قيس سعيد وطلب بإسقاطه معانتها ما دون صقف إسقاط قيس سعيد ماكش معارض الباقي كل رقم على السلطة هذا زادة صقف لحداته العباد هل ما بقوا فيه وحدهم الصقف ذاك لأنه الناس اتجيه وزايته أنا إذا كانت تحب تحكي على توازنات داخل البلاد إيه المعارضة الحقيقية وقت نشوف الموقف متاحة المحامين اللي تمثل جسد حقيقي وازن في البلاد هذه وقادر باش يزعزع مش كعبتين معتهم طيشين في بقايع ما عندهم حتى تأذير هذا الموقف وهذه المعارضة الحقيقية وهذا ضمان التوازن الحقيقي واللي نعمله نوع من التوازن مع السلطة التنفيذية عن طريق منظمات فعلة وعريقة وتاريخية وعندها مصدقية مش عن طريق منظمات خلي نقول أنا معنتها مجهرية لا تكاثر وراء معتها ومعندها حتى تأذير